أشهد أن محمد رسول الله من فصولي من اختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه قال الشيخ رحمه الله وفي مرجعه ذلك أي من الطائف إلى مكة دعا بالدعاء المشهور الذي سنعرفه الآن وهو مشهور جدا بين الناس اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الله أكبر والشكوى أيها الأحبة تكون لله عز وجل كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم فالشكوى تكون لله لا لأحد من خلقه وقد فعلت في هذه القناة حلقة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في أول بداية القناة فارجعوا إليها إن شئتم ستجدونها هنا إن شاء الله عز وجل وسأتركها لكم في خانة الوصف وفي أول تعليق مثبت بإذن الله عز وجل اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي يا رب يا قوي أشكو إليك ما أنا فيه ضعف قوة ولا أستطيع أن أصد أذى هؤلاء عني وقلة حيلتي ليس لي حيلة أن أدعو هؤلاء إلى دينك وهواني على الناس وضعفي على الناس فلا أجد ملجأا ولا ناصرا ولا آوي لي غيرك يا رب أنت رب المستضعفين وأنت ربي فأنت يا ربي رب المستضعفين وأنت ربي وأنا مستضعف فآوني وانصرني إلى من تكلني إلى من تتركني وفي الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين صلى الله عليه وسلم فيقول إلى من تكلني إلى من تتركني إلى بعيد يتجهمني إلى بعيد يلقاني بالغلظة والوجه العبوث والوجه المكروه إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري والعدو إذا تملك من خصمه فإنه ينتقم منه أو إلى عدو ملكته أمري إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني ويلقاني بالغلظة والشدة والوجه العبوث والمكروه أم إلى عدو ملكته أمري فينتقم مني ويأزيني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي إن كان كل هذا الأذى لكن أنت راضي عني فلا أبالي أما إذا كان هذا غضب منك علي فهذه هي الأشد وقعا ليس الإذاء في الله عز وجل وما وجد من الدم والجروح والكلمات البذيئة والسيئة لكن يخشى من غضب الله عليه صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أهم شيء أنك تكون راضي عني وليست عني غضبان سبحان الله غير أن عافيتك هي أوسع لي فأحب عافيتك وأعوذ بك من غضبك وإن عافيتك أحب إلي مما وجدت من هذا الأذى الله أكبر أعوذ بنور وجهك الذي أشركت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك فيستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور وجه الله من أن يحل عليه غضب الله أو ينزل بي سخطك أو ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم سخطه وعدم رضاه هذا دعاء يحبه الكثير ومشهور بين الناس ووددت لو أن سنده صحيح غير أن سنده ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث أيضا يستدل به كثير من أهل العلم وفيه طمأنينة من هذا الدعاء ومن هذه النجوة الجميلة فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة والأخشبان هما الجبلان العظيمان اللذان في مكة والأخشب الصلب الجامد كما يقال عن ذلك عن الرجل الأخشب أي الرجل قليل اللحم صلب العظم يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما جبلاءها اللذان هي بينهما فقال بل استأنى بهم أي أنه يتأنى ويطلب التأني في استجابتهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا وفي بعض الروايات التي جاءت في الصحيحين بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك به شيئا فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل ما شاء الله فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا إليه وقصة الجن معروفة أنهم علموا أنه يوجد شيء جديد نزل من عند الله عز وجل فأرسلوا صراياهم من أجل أن يبحثوا في الأرض عن ما جاء من حدث بنزول شيء من عند الله عز وجل فاستمع نفر من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله أولئك في ضلال مبين وهذه في صورة الأحقاف كما نعلم وأقام بنخلة أياما فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه وكان معه كما ذكرنا كيف ندخل عليهم وقد أخرجوك أي أخرجوك من مكة كيف ندخل عليهم مرة أخرى لعلهم يؤذونك إذاء شديدا كما فعل ذلك أهل الطائف يعني قريشا فقال يا زيد صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا الله أكبر إنه حسن الظن بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد أن خرج من الطائف وكما ذكرنا جرحت قدماه وسال منها الدم وأذوه إذاء شديد ومع ذلك محسن الظن بالله ويعلم أن الله ناصره ولكنها مسألة وقت صلى الله عليه وسلم ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي والمطعم بن عدي ذكرنا أنه كان من الخمسة الذين اجتمعوا في الحجون من أجل أن ينقضوا صحيفة كريش قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أدخل في جوارك أي في حمايتك من كريش ودعمك فقال نعم أي قال المطعم بن عدي نعم أي رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وافق على أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواره فدع المطعم بنيه وقومه دع أبنائه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا أي أدخلته في جواري فالبسوا السلاح وكونوا عند البيت حتى لا يأذيه أحد من كريش فإن أذوه فإنه في جوارنا كيف يقطع جوارنا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد ولا حتى يدخل منكم أحد فيهجوه أو يأذيه بشيء حتى ولو بالكلام صلى الله عليه وسلم فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه أي الحجر الأسود استلمه وكأنه طاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم والمطعم بن عدي وولده محدقون به في السلاح يحمونه فإنه في جوار المطعم حتى دخل بيته صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة مرة أخرى ودخل إلى بيته ودخل في جوار المطعم بن عدي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه وسلم وعرفنا من هذه ما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي سبيل أن يبلغ رسالة الله عز وجل وفي سبيل أن ينشر هذا الدين وأن يجده أحدا من الناس ينصره على قريش ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله عز وجل لكنه لم يجد ذلك في أهل الطائف سنعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة من سيجد وكيف سيجد وكيف سيقابل من ينصره صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرن الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرن الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ولا يجعلهم التبسا علينا فنضل وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذو حذوه ولا ينصرف عن صرات الله المستقيمة أبدا طرف تعين اللهم آمين ونسأل الله الثبات حتى الممات حتى نلقى الله عز وجل آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة